أرجعنا لكم بعد آخر فاصل مع فقرة التجميل والموضة مع آية برقاوي كيفك آية؟ أهلين بالنصر الحمد لله مثلا نور شو محضرت لنا اليوم؟ حضرت لكم شيء حلو كثير هلأ بنا نشوفه دائما شيء حلو وفي شيء مش حلو آية بتقدم لنا ياه طيب قبل ما نبلش بحديثنا معاك بنا نشوف هذا الفيديو نرجع نكمل اليوم رح نحكي عن خمس شغلات أساسية لازم تكون بخزانة كل بنت وعن الطرق المختلفة اللي منقدر نلبسهم فيها أول قطعة أساسية رح نحكي عنها وكثير حكينا عنها بحلقات ماضية هي البلايزر كثير مهم إنه يكون عندنا بلايزر اللي في التبعها مريح وإحنا منرتاح بس نلبسها يعني الكتاف على الكتاف طول الكمام يكون مناسب ما يكون كثير طويل أو أصير طول البلايزر نفسها كيف تيجي على الجسم لأن البلايزر كثير تنلبس بطرق مختلفة يعني منقدر نلبسها مثلا بالصبح عجينز على بلوزة بيضة منقدر نلبسها بالمكتب أكيد بالشغل بتكون فورمل منقدر نلبسها على فستان مثلا للركبة كثير كمان تطلع حلوة فالطرق اللي منقدر نلبس فيها البلايزر عن جد مش محدودة عشان هيك لازم يكون عندنا بلايزر يكون مرتاحين بلبسها ويكون لونها كمان يفضل إنه حيادي عشان تلبق مع أكتر عدد من الأواعي اللي عندنا بالخزانة تاني قطعة أساسية رح نحكي عنها هي كمان قطعة أغلب الناس ممكن يفكروا إنها بس تنلبس بطريقة رسمية وهي البنطالون الإماش أو البنطالون الرسمي البنطالون بنلبس بأكتر من طريقة المهم كمان زي ما حكينا البلايزر يكون الفتعته منيح فالخصر بيجي علينا منيح طوله منيح عشان بفرق بالذات لما يكون البنطالون الإماش منقدر نلبسه على الشغل أكيد مع بلايزر منقدر نلبسه مع أميس مع أشي رسمي نفس الوقت كمان إذا منحطه مثلا مع جاكيت جينز مع بلوزة بيضة مع بوت كمان نلبسه كتير بزبط إنه نلبسه بكل يوم وبالصبح فهاي قطعة كتير أساسية لأنها بتنلبس كاجول وكمان تنلبس بطريقة رسمية ثالث قطعة أساسية رح نحكي عنها وهي أظن موجودة أوردي بخزانة كل حدا وهي جاكيت الجينز هلا لما تيجي لجاكيت الجينز في عنا خيارات ما بتمتهي في عنا أصير في عنا بيجي على الجسم أكتر في عنا واسع أنا بفضل يكون الإشي واسع جاكيت الجينز ليش مهم لأنه ما في حدود للأشياء اللي بين لبس معها فممكن ألبسه مثلا مع تنورة وبلوزة بيضة بيكون كتير كتير حلو وممكن ألبسه مع نفس البنطلون الرسمي اللي هلأ حكينا عنه برضو كمان مع بلوزة بيضة وبلوزة بيضة كمان من الأساسيات اللي هلأ رح نحكي عنها كمان شوي فالطرق اللي بنقدر لبس فيها جاكيت الجينز ما بتنتهي بس المهم انه نكون احنا مرتاحين بالشيد تبع الجينز في عنا غامق في عنا فاتح شوفوا اش ترتاحوا فيه اكتر اشي وشوفوا الفت اللي بترتاحوا فيها اكتر اشي فلو بتحبوا اشي يكون شوي واسع بتقدروا جيبوا كمان من من منسكشن من جهة قسم الرجال أنا كتير بشتري منه اشياء وكمان بتقدروا جيبوا اللي بكون شوي على الجسم اكتر التنين حلوين بس بيرجع لخياركم الشخصي رابع اطعاء اساسية رح نحكي عنها واكيد هي كمان موجودة عند كل حدا هي الاميس الابيض قد ما نشتري امصان بيض المهم انه تكون زي ما حكينا دايما الفتاعته ضابطة يعني انا مثلا عندي اكتر من عشر امصان بيض بس بصافي عم بلبس منهم واحد او تنين ليش لانه واحد او تنين هم اللي عم برتاح فيهم الفتاعتهم منيحة مش شفافين داما هاد الاشي لازم ننتبه له لما عم نشتري اميس ابيض او اي اشي ابيض انه ما يكون شفاف عشان يكون اريح لللبس هلأ الطرق اللي منقدر كمان نلبس فيها هذا الاميس ما لها حدود نقدر نلبسها على الشغل تكون فورمل اكتر مع بانطلون فورمل منقدر نلبسها زي ما حكينا مع جاكيت الجينز عائشي تاني ممكن نحط عليها تنورة ممكن نحط عليها بانطلون جينز ممكن نفس الاميس كمان نلبس عليه البانطلون الرمادي فزي ما عم تشوفوا هدول الاساسيات عمني عم ينلبسوا مع بعض وعم ينلبسوا بطرق كثيرة ومش بس طريقة واحدة فاهم اشي تتذكروا لما عم تجيبوا اميس ابيض انه الفتاعته تكون زابطة وانه القماش كمان ما يكون بخايل اخر اطعة او وطعتين اساسيات رح نحكي عنهم رح يكونوا اكتر عجهة الاكسسوارات وهم الهيلز هون عندي اتنين هيلز بالالوان الاساسية اللي هي البيج او نود وكمان اللون الاسود وزي كل الاطعة الاساسية اللي حكينا عنها هلا قبل شوي كمان هدول الهيلز بنلبسوا بكتير طرق بنقدر نلبسهم بالصبح مع جينز مع اميس ابيض زي اللي هلا شفناه بنقدر نلبسهم كمان اكيد على الشغل وكمان اشي كتير مهم نخلي براسنا واحنا عم نختار الهيلز انه يكون شكله كمان على الاجر كتير حلو عشان هيك انا الاثنين اللي اخترتهم اليوم شوي بوينتي من قدام هذا الاشي بنحف الاجر وكمان بعطي طول وجمالية للحد اللي لابسهم قد ما اختلفت الازواء القطع اللي شفناها اليوم بتناسب كل حدا عشان هيك هي قطع اساسية لازم تكون بخزانة كل بنت ايا حكينا ليش مهم يكون عنا الاساسيات اللي شفناهم هلا بهذا التقرير اوكي هلا زي ما بنعرف كتير فيه ترانز عم تتغير كتير دائما فيه ترانز جديدة عم تطلع بس ما بصير ننسى اهمية هاي الاشياء اللي هي بتكون بسيطة ممكن تكون موجودة عند كل حدا يعني زي ما شفنا بالتقرير من بس خمس قطع او اربعة اكتشلي لانه اخر اشي كان هيدز طلعنا اكتر من عشر لبسات فهاي الاشياء حلاوتها قدي هي فلكسيبال قدي سهل انه تعملي فيها اوتفت صغير كل مرة وقدي بتساعدك انه تلبسي هاي الترانز يعني انا لاتسي جبت بلوزي مثلا كتير حلوة بلوستي اليوم رجعني عليها تراند مسلا قوي ما رح احطها مع اشي تاني كمان تراندي وطاغي نفس الاشياء عشان ما يطلع عندي لك تو متش بالاخير فبستخدم هاي هاي اللحظة اللي بستخدم فيها الاسنشلز الهلق شفناهم زي الجينز زي البنطلون اللي حكينا عنه اسنشل ممكن بلايزر هاي الشغلات هي بتساعدنا انه نقدر نلبس هاي الترانز الجديدة اللي عم تطلع طب بما انك حكيتي عن البلايزر والبلايزر اشي كتير مهم بكل خزانة ايصبية كيف نقدر نلاقي البلايزر المثالي للشخص اوكي هلا البلايزر صار جديد عم يطلع منها كتير اشياء بطلت بس الكلاسيك صار عنا شوية اصيرة بتكون صار عنا شوية اطول في ناس بلبسوها فستان بحطوا عليها حزام في عنا الاشياء الاوورسايز بس لو احنا حابين نجيب اشي كلاسيك ويضل عنا وقت طويل ويلبق على كل اشياء نتأكد انه الفت تكون صح يعني دائما الفت هي اهم اشي بالاشياء اللي عم نشتريها او كيف بتيجي عجزنا فمثلا الكتاف كيف منفرد تيجي انه الخياطة طاعت الكتاف تكون بالضبط على الكتفتانا الكم ما يكون قصير يكون بالضبط جايلا بعد الرسط تبعنا من عند الخصر تكون الخياطة كتير منيحة بنا نتأكد كمان اننا مرتاحين ومنقدر نتحرك باريحية لو حسيتي انك استي بلايزر انتي بين صيزين مش عارفة تروحي اصغر او اكبر لا روحي اكبر 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 لانه لو اصغر كتير رح تكون بالضبط كتير ما رح تعرف تحرك ايديك فيها بديك تتأكدي انه ايديك بتحرك بكل ارياحية فلما تنبسيها تأكدي من هاي الأشياء كل هاي الأشياء بتساعدك انه تلاقي بلايزر انه انتي تكون مرتاحة فيها بالاخير هلا البلايزر بده اميس حلوه يبق معه كتير مننا عنا الاميس الابيض موجود بالخزانة بس مننسى قديش اهمية الاميس الابيض حكي لنا شوي عني هلا الاميس الابيض اكيد موجود عند كل حدا اكتر من اميس الابيض يعني انا مثلا شخصية اظن عندي خمسة ستة بس تلاقي حالك انه ما بتلبسيهم كلهم يعني في واحد او تنين هم تتعلق علي مع انه كلهم قمصان بيض فهذا الاشي بروح برضو كمان للفتو اذا انتي كيف ترتاح فيه طول وطول القميس كتير مهم اذا شوي طويل اذا شوي اصير يعني بدك طول انت تكوني مرتاحة فيه الاماش لازم يكون كتير مريح وكمان لانه ابيض اي اشي ابيض نارف بخيل فكل مكان الاماش شوي اتقال بدك تيسي يعني وتشوفي انه ما بخيل هذا اشي رحي رحيك اكتر اذا مش حاب تلبسي طبقات تحتين فاهمية هاد الاميص انه بكون اطعة اساسية بتقدر تلبسيها مع كل اوتفت ومع كل اوكيجان يعني زي ما شفنا بالتقرير لبقناها مع ثلاث لبسات مختلفين وبننبسوا على اشياء غير يعني لبقناها لأشي للصبح مثلا لو حطينا معه جاكيت جينز وحطينا معه فستان مثلا سامر دراسي كقصير قليل كل هالاشياء بتلبق على الاميص الابيض ممكن زي ما حكينا تحت الاسواترز فهي اطعة بتساعدك انه تغيري او تحولي اي اوتفت صحيح عندك يا نظبوط طب اي من الاشياء كمان اللي ذكرتيها وحكينا عنها اللي هو الكعب الكلاسيك حكينا هل بتحسي انه بلبق لكل يوم هلا هو اكيد من الاساسيات بس في كتير ناس مثلا بتحب تتفادى الكعب او ما رتحس حالها راح ترتاح كتير فيه هلا الاشياء المهمة انه ضل براسنا واحنا عم نشتري هيلز بذات له عم نشتري له الشغل مش بس انه يكون حجمه منيح فيه ناس تحكي انه اوكي خلص انا جبت مثلا حجمي سبع ثلاثين جبت هيل سبع ثلاثين لا دي تأكدي كمان انه الفت لانه الاجريم تختلف عن بعض في اشي وايد اكتر في اشي نارو اكتر صحيح ان انتي بدك تكوني مرتاحة فيه ممكن تكون الهيلز جد حجمك بس عم بدايق لانه كتير ضيق عليك من قدام فهي الاشياء بدك تاخذها بعين اعتبار وانتي عم تأسي كمان جربي تمشي فيه لو ما بدك الكعب يكون نحيف عشان ما تتدايق كل مكان اسمك الكعب كل مكان اريح وكمان نفس الاشي لقدام لو كان فيه بلاطفون بسيط او لو كان فيه خمل شوي من قدام هذا الاشي كمان بريحك اكتر وكمان باخر اليوم بحب احكي انه الباليريناز كمان في منهم اشياء كتير مرتبة ومنهم اشياء كتير تناسب الشغل اكيد فلو حسيتي انه بنوص اليوم بدك تشلح الكعب حلو انه يضل معك اشي فلات عشان تقدر يتغيري لو اضايق تشد راحتك بالحركة في منهم مندحشو بالشنطة على فكرة هيك تحطيهم بكيس صغير ومندحشو بالشنطة بحبهم كتير ما حكينا عن الاكسسوريات والمجوهرات هل يعتبر اشياء من الاشياء الكتير مهمة لإسانشلز اللي بخزات البنت انا بالنسبة لي ما باقدر استغني عنهم اكيد يعني هلا انا السبب اللي ما حكيت فيه كتير عن الاكسسوريات لانه بحسهم قد ما هم مهمين قد ما هم بيختلفوا لكل حدا يعني مثلا ما في سكارف معين انا بحسها انها اسانشل ممكن فانسا تحب لون غير انتي ممكن تحبي مثلا باترن رزعن شكل غير فمثلا مش زي لا يصل الاميص الابيض لا يصل الاميص الابيض كل حدا يحب الاميص الابيض صح بس مثلا اكسسورات مثلا حلاء ممكن انا اروح لسطايل غير عن بنا الصغير عن لورينا هذه الأشياء اكيد كثير مهمة واكيد هي اللي بتضيف التوتش الزيادة للأوتفت بس هي بحسها بتعتمد على السطايل الشخصي يعني لو مثلا شنطة او هيلز بديهم يكونوا لون او باترن ما بحس في اشي تقدري تحكي انه هذا لازم يكون بخزانة كل واحدة لانه هي بتقرر اذا هذا زوقها لو مثلا انا بحب الالوان البرايت لو بحب الباترنز مثلا برجع الاسطايل الشخصي اه اسطايل الشخصي بالعبدول خلاص هون اسرحي امرحي بس اكيد هم كتير مهمين واكيد هم بحولوا اي اوتفت يعني بزات البنتس العقود الحلاء الهاتس فكل هاي الاشياء اكيد كتير مهمة انا عندي سؤال لكم بما انه حكينا عن الاسانشتز وحكينا عن كل هاي الاشياء احب اعرف سو بالنسبة لكم الثلاث شغلات اللي ما تقدروا تستغنوا عنها من الخزانة فانسا حكيك تب غششتيني اياهم اليوم اميس ابيض اكيد اميس ابيض اكيد احب الهاي ويست جينز كتير حلو اه شو كمان بحب شو كمان بحب اكسسوار بحب يا سنسال يا طائية كتير هذا كتير انتي حسيت من الحلقة اللي عملناها معك لورينا شو بتحسي بالنسبة لستاليك الشخصي الاشياء الما تقدر ان تستغني عنها بلايزر بلايزر السودة بلايزر السودة بلايزر السودة جينز اسود تكون كتباته بيرفكت لانا بحسلة جينز اسود هو الاشي اللي بمسكه انا ما اعرف شو بدي البسه بصون الاسود اكتر من الازراء انا بمسكه لليل والشغلة الثالثة يمكن احلاق بس هيك الصغار نقطيت وزي الانتحاطة بيهم اليوم كتير حبهم صراحة رزان ايش الاشياء الما بتحسي ممكن استغني عنها ما استغني عنها يعني بالاضافة للاشياء اللي ذكروها بالشتة بفرع عندي عن الصيف بالشتة بتخيل حالي بالبس حلقات بحس بالشتة بزبط البس حلقات او عقد مبين بالصيف لانه بيكون فيه لبسة فيها الوان واكتر من اشي مبين بارس وبحس حالي بستغني عن الاكسسوارات شوية بالصيف تكون اغلبها نعمة فهذا بتخيل الاكتر اشي يميزني بالضبط فزي من شفنا يعني الاشياء اللي سانشلز كلنا من قدر نتفق عليها بحس بالصيف المسكم البيضة البيسيك طبعا ما بتوفق فيها ولا عم بتوفقت فيها حالك ما بلاقي المتيرية اللي تبعتها منيحة زي ما قلتي بالمرة ما بتخيل مثلا بتطرق البس تحقي شي مرات او متير تبعتها وبعد الغسيل ما بتتغير شكل هاو سيارة و لازم يكون عندك اكتر من واحدة زيها بالضبط انا عندي اشي عشرة ولا واحدة حبيتها عشان هيك بالنسبة للإسانشلز بنصح الناس يعني حتى اذا صرفوا عليهم شوي زيادة هذول اشياء رح يخدموكم لفترة كتير طويلة فانه تشتروا اشي كواليتي تاعتهم منيحة ويكون جد حلو عاجز لكم وجد ماشته حلوة مريحة رح تخدمكم فترة طويلة لانها مش ترند رح تكون موجودة ورح تروح حكيتي عن الفصول رزان بالشتة بحب كمان كتير اتفنن بالجربات كتير بحب لا تقفعت شتكيك ابدا ماذا تتفن الفم وش تبين تبينهم انا ببينهم لو طوال وكارم تحت البوت هلأ حذريني كتير هلأ تبيني كتير تبيني بطار حلو وبعدين بتطلع الجرابة بيكون فيها بطار حلو أو لون حلو ضيفي كتير على اللبسة حلو كتير تكوني غير كتير اشي باللبسة نفسها تبيني كتير لون حلو كتير اعتشلي اليوم الأيام دا نعمل عصابة على رينا ونخليها نغير تفكيرها بيش معي لازم نلبسها يشي ما تتخيلوا انا شخص كلاسيكي وراضي والقاضي راضي زي ما القاضي راضي على فكرة اليوم كل القناة بدون استثناء يعني انتي ممكن الاستثناء الوحيد لابسة خمري ما بعرف كيف وليس اسماعي موت خمري اليوم داخلين كنا نبسين خمري شتا وكل حدا وفاتن حتى مصففين الشعر حتى فاتن الميكوب كل لابس خمري هل هناك تفسير معين؟ هل هناك تفسير معين؟ انا بحس بالشتا دائما بنلجأ لهاي الألوان اشجاد؟ انا دائما بشوف حالي أشواء أشواء خمري كحلي يوم يوم الفلاني بما اننا عم نقضي كل يوم مع بعض بحس صارت خلص تخير مودنا صار يضرب مع بعض صار مودنا واحد